موسيقى 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 حازا فيلم ماليفسنت مسترس اف ايفل على المركز الاول خلال العطلة الماضية ارتفعت ايرادات الفيلم حوالي 36 مليون دولار وكسح وتربع الجوكر على شباك التذاك لكن هذا لا يعني ولا يغني عن بعض الانتقادات والمديح للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي غرد محمد دوسري الذي انتقد الفيلم جملة وتفصيلة لطيف سيناريو متوقع من الدقائق الاولى مبالغات تمثيلية تصوير ومونتاج مزعج معظم الوقت فيه بعض لقطات الاكشن والكميديا الجيدة الجزء الاول افضل بمراحل البعض كان له رأي اخر بالفيلم غرد عبدالله الشمالي الجزء الثاني افضل بالنسبة لي وافضل بكثير مما توقعت من ناحية السرد وترتيب الاحداث والمرئيات مقارنة بالافلام غير العميقة اشوفه من الافضل تعليقات اخرى خاصة انجلينا جولي ومنها تعليق يقول السينما مثل ما تعطيك الوجه الجميل ايضا تعطيك الوجه القبيح ولا ينفع ليزر ولا غيره من ديزني بطولة انجلينا جولي طبعا هذا الفيلم وميشيل بفايفر بطولة انجلينا جولي 아니ارك مستعمل في الجزء امريكي بالتوارس